وفد من الخبراء الدوليين في المجال البيئي يقوم بزيارة لمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش وذلك على هامش مشاركتهم في الندوة الأولى حول تقييم التربة والمياه بإفريقيا في دورتها لعام 2024 والأولى من نوعها في المغرب التي ستنعقد بجامعة الأخوين بإفران الشهر الجاري الزيارة شكلت فرصة لهؤلاء الخبراء للإطلاع على العبقرية المغربية في تدبير الماء والوقوف على سجل التراث المائي للمملكة ومختلف تحدياته منذ فترة المرابطين إلى غاية الإنجازات الكبرى المعاصرة في الميدان ويعكس هذا المتحف رؤية المتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص سياسة السدود والإنجازات المائية الكبرى بالمملكة وإظهار استعمالات هذه المادة الحيوية في جانبي النظافة والطهارة وبعض الاستعمالات الاقتصادية وتقنية تقليدية للماء ويعنى هذا المتحف بترسيخ الوعي بقيمة الماء وتغيير نظرة الناس إليه وكيفية التعامل معه وإدراك قيمته النابعة من عراقة أساليب جلبه وتسييره وتوزيعه بالمدن العتقة وكذا بالبوادي عبر تقنيات بالغة في الدقة والتنظيم المحكم على مدى تاريخ طويل من حضارة المغرب